ومعنا مباشرة من بروكسل نيدال الشيخاني مدير مكتب توثيق الملف الكيميوي في سوريا سيد نيدال مساء الخير وأهلا بك يعني أنتم كمكتب توثيق للملف الكيميوي في سوريا كيف تعطيتم مع المعلومات عن استعمال غازات سامة من قبل النظام في ريف إدلب وتحتدان في مشمشان مساء الخير لك والأستاذ والمشاهدين طابعت ما فرق الرزد الميداني طبعا هذا الانتهاك والعديد من الانتهاكات الممنهجة والسابقة بالمواد السامة طبعا دون تحديد النوعية لأن تحديد النوعية المواد يحتاج إلى مخابر طبعا الجميع يعرف بأن الداخل يفتقر إلى هذه المخابر وإلى الخبراء للكشف عن المواد المستخدمة لكن نحن نؤكد بأن هناك طبعا حتى الساعة 14 انتهاك على ريف إدلب وريف حما تمت بغازات سامة وببراميل وقنابل تحوي على مواد لم يتم الكشف عنها بعد لكن نؤكد يعني العديد من الانتهاكات تم التأكد منها بأنها غاز الكلور بما أن هناك طبعا رائحة الكلور نتيجة انتشار رائحة الكلور القوية في المكان وقد أكد العديد من الأطباء وشهود العيان في الداخل على أن رائحة الكلور هي يعني أكثر انتشار في محيط المنطقة المستهدفية طيب كيف تأكدتم بأن قوات النظام هي من يقف وراء هذه الأجمات خصوصا في أنه ثمت من يقول بما أنه في تصريحات لأوباما بأنه سيتخذ إجراءات بحق من يستخدم الغازات السامة فليس من مصلحة النظام أن يقوم بذلك طبيعة الاستخدامات تمت من قبل الطيران الحربي يعني هناك طائرات حربية تلقي ببراميل تحوي على أستوانات شبيهة بأستوانات التي تعبئ غاز البرادات بشكل عام أستوانات شبيهة بذلك تحوي على مواد مختلفة وداخل هذه البراميل يوضع مواد أيضا متفجرة لكي تزيد فعالية انفجار هذه المواد وتزيد من انتشارها أغلب الشواهد التي حصلنا عليها إن كان من الفرق في الداخل أو الصور والفيديوهات وكل الوثائق تدل على أن هناك انتهاك بالطيران الحربي ومن ينفرد بانتلاك هذه الطائرات هو النظام السوري في سوريا يعني ليس لدى الجيش الحر أو أي قوات عسكرية في داخل سوريا طائرات حربية انتلاك الطائرات ينفرد فيها النظام السوري ومنذ بداية الأول انتهاك في سوريا حتى الساعة مقارنة بكافة الانتهاكات طبعا هناك تقدير معين بنسبة 95% بأن المستهدف هو واحد والمجرم هو واحد ومن استخدم هذه الغازات هو واحد حصبنا على العديد من الانتهاكات وقدمنا على العديد من التقارير الموفدة إلى المعنيين الدوليين بشأن الحراك الدولي بما يتعلق بالأسلحة الكيميائية وانتاج الأسلحة الكيميائية وانتهاكات بالأسلحة الكيميائية نحن من منطلق لم نرى أي جدية أو فعالية من قبل صناع القرار للتحرك الجذري وإيجاد حل للتخلص من هذه الترسانة ومحاسبة من قام بقتل الأبرياء في سوريا طيب حتى تصريحات أوباما اليوم لا تأخذناها على محمل الجد كما ذكرنا مسبقا الموضوع متعلق فقط بفرق التحقيق الدولي فرق تقصي الحقائق وهم المعنيين بشكل مباشر بشأن التفتيش ولكن هم لا يسمح لهم بالتفتيش لكن هذه الفرق حاولت مسبقا أن تدخل إلى العديد من المناطق في سوريا في المعظمية حاولوا انتهاكهم في خان العسل في جوبر بريف دمشق في منطقة كفرزيتا بطيبة الإمام وضعوا لهم عبوة في الطريق وأرسلوا لهم العديد من المسلحين وأطلقوا النار على سيارات اليو أن ولذلك المحققين أيضا هم بشر دخولهم إلى تلك المناطق هو دخول يماثل الخطورة وبالتالي حاول النظام بشدة الوسائل العرقلة عمل هذه الفرق للتسثر عن العديد من الجرائم المرتكبة بهذه الأسلحة لكن إذا لاحظنا مسبقا وبدورنا وبالعمل مسبقا مع منظمة حضر الأسلحة الكيميائية قد أثبتنا كيفية منهجية استخدام هذه الأسلحة بالتقرير الأخير الصادر عن المنظمة والذي يوحيل لمجلس الأمن ما أراه في الحراك السياسي على الصعيد الدولي أنا هناك تساؤل هل إذا قمنا بإثبات هذه الجرائم على أمام المجتمع الدولي وبالمهنجية التي يريدونها هل سيسعوا فعلا لتنفيذ القرار الصادر الأخير هل ستتدخل القوى الدولية لإنهاء هذه الترساني ومحاسبة كل من استخدم هذه الأسلحة هنا السؤال موضوع إثبات هذه الجرائم ليس هو الموضوع الصعب هل هو فقط قضية أن تتحقق منظمة حضر الأسلحة الكيميائية هل هذه هي القضية بأنهم لا يستطيعون دخول المناطق المشكوك بأمرها بأنه تم استعمال فيها الغازات السامة أم أنه هي قضية سياسية وممكن الآن بما أن الظروف الأقليمية والدولية بدأت تتغير في شأن الأزمة السورية وكان أبرز مؤشراتها بأنهم بدأوا يدرب المعارضة المقاتلة المعتدلة ممكن مثلا أن يتم غض الطرف عن عدم تحقق منظمة الأسلحة الكيميائية من فعلا استعمالها وتتم المعاقبة مثلا منظمة حضر الأسلحة الكيميائية والفرقة الدولية طبعا معنية بالتفتيش والتحقيق وكل التقارير الصادرة عنها هي تقارير معترف فيها طبعا هي تقارير علمية وهذا ما تحتاج إليه القضية لإثبات هذه التقارير أمام صناع القرار لكن أنا أتحدث عن جدية صناع القرار وجديتهم أمام هذه القضية وكيفية التحرك أمام هذه القضية يعني اليوم نحن نتحدث عن أكثر من 98 انتهاك بالسلاح الكيميائي أنا أتحدث عن انتهاكات فيتبس بغاز السارين بغاز الخردل بغاز النابالم بغاز حتى حول غاز الكلور إلى وحش أصبح يطارد السوريين ويقتلهم ما نتحدث عنه هو جدية المجتمع الدولي بمتابعة هذه القضية جدية ما سيقوم به مجلس الأمن ما ستقوم به محكمة الجنايات الدولية ما ستقوم به كل الأطراف الداعمة لشعب سوريا للتخلص من هذه الترساني وللتخلص من المجرمين الذين يقومون باستخدام هذه الأسلحة نحن نرى بأن هناك بعض الطباط وقد شهدنا مسبقا أمام الساسة الدوليين لكن ما نتمنى أن ينظروا بجدية لإيجاد حل جزري وليس أعرج أمام استخدام هذه الأسلحة شكرا جزيلا لك كنت معنا من بلوكسل نضال شيخاني مدير مكتب توثيق الملف الكيمياوي في سوريا